على ما يبدو أن رياح التأجيل التي تعصف بموعد انتخابات مجالس المحافظات باتت مؤثرة وفاعلة فما بين فجوة الثقة التي تتسع في الشارع العراقي بمخرجات الانتخابات المحلية على الرغم من غياب عقد من الزمن والتنافس غير الحقيقية الذي قرأه محللون وانسحب على أثره مستقلون من العمليات الانتخابية لما أثير من موجة مال سياسي على العلن بشراء أصوات ناخبين والتأثير على تنقلات مرشحين بين كتل سياسية كبيرة وصغيرة ثم تأتي تفاصيل مشاركة التيار الصدري التي بت فيها القول الفصل بمصادر صحفية كشفت عن رضي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أية وساطات أو ضغوطات لإقناعه بالعودة للسحة السياسية وتقرير مصير التيار الصدري بعدم المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات التي تداولته وسائل إعلام محلية وعربية وبهذا يقترب محللون أكثر من حسم مصير العمليات الانتخابية التي اعتبروا أن قرار عدم مشاركة التيار الصدري في الانتخابات المحلية صفعة في وجه موعدها ونسب المشاركة فيها والتي تدفعها للتأجيل من جهة والخشية الدولية الحقيقية من مقاطعة الصدريين للانتخابات من جهة أخرى والتي أكد السياسيون على أنها سترفع مؤشر الإقبال الضعيف على صناديق الاقتراع كما تؤثر في مخرجات غير متوازنة بين القوى السياسية لسيما مع ما يجري في الخفاء من هيمنة كتل سياسية تريد تكرار حصتها في البرلمان وفي المعادلة غير العادلة على وفق مراقبين فإن مصير انتخابات مجالس المحافظات سيكون لها أثر يمتد إلى إخفاق الحكومة في وعودها بنتائج العماليات الانتخابية وما ستقدمه للشارع العراقي لتغيير واقع اقتصادي وخدمي الذي غاب نحو عشر سنوات عن عموم محافظات البلاد